شيريهان واحدة من أهم نجمات الاستعراض في مصر والعالم العربي جعلت من اسمها ماركة مسجلة خاصة في مجال الفوازير وحفرت اسمها وسط كبار النجوم ولدت شيريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني في 11 ديسمبر عام 1964 بدأت حياتها الفنية في التلفزيون وعمرها 9 سنوات في مسلسل المعجزة أمام الفنان عمر الحريري وظلت تعتز بتمثيلها مع الفنان سناء جميل إذ تعلمت منها الكثير وكانت قدوتها في الفن ضحكات شيريهان وشقوتها أمام الكاميرات لم يعني إنها مرت بالعديد من الأزمات فقد أطلق عليها نجمة الأحزان حيث بدأت حياتها بوفاة والدها أحمد الشلقاني الذي تزوج والدتها زواجاً عرفياً ومن يومها دخلت والدتها في قضايا لمدة 9 سنوات حتى تثبت نسب شيريهان مع عمها المحامي علي الشلقاني حتى تم إثبات نسب شيريهان على يد القضاء لم يتيح الوقت لإسعاد شيريهان بعد إثبات نسبها خاصة مع تعلقها الشديد بشككها الوحيد عمر خرشد إلى إنها انهارت في عام 1981 بعد علمها بوفاته في حادث سيارة خاصة إنها كانت تعتبر والدها وصدقها وأصيبت بشلل مؤقت وتعفت وحاولت تتأقلم مع الحياة بفقدان شاككها لكن سرعاً ما تلقت صدمة وفاة والدتها بعد إصابتها بمرض السرطان وعانت شيريهان ودخلت في حالة حزن واكتئاب آخر وصيبت شيريهان في حادث مروع عام 1990 وانقصر زهرها وعموتها الفقري وهي في أوج شهرتها ونجوميتها وظلت لسنوات عاجزة عن الحركة وتوقع الأطباء إنها لن تستطيع الوقوف على قدميها لكنها هزمت العجز وعادت أقوى وقامت ببطولة الفوزير وقدمت مصرحية شارع محمد علي وعدد من الأفلام كما لبست إلى أن دخلت فيه تحدي ومعركة جديدة عندما أصيبت عام 2002 بسرطان الغدد اللاعبية أحد أشرس أنواع السرطان هذا المرض النادر الذي اختار الجميلة شيريهان فغابت مرة أخرى عن جمهورها لتخود أشرس معركة يمكن أن يخدها إنسان أجرت العديد من الجراحات وعانت من أخت لال فيه الوزن بسبب المرض وعلاجه فمرة ينقص وزنها حتى يصل إلى 37 كيلو ثم يزداد ليصل إلى 117 كيلو وأحيانا تتغير ملامحة حتى لا يكاد يعرفها أحد وما أقسى أن يتغير شكل الفنان لدرجة قلة يعرفه جمهوره ومحبيه وخضعت شيريهان لجراحة دقيقة لاستقصال الورم في فرنسا استمرت تلك الجراحة حوالي 18 ساعة نظرا لخطورتها وانتهت العملية بنجاح تارك عدد كبير من الإصابات الخارجية حيث أصيبت شيريهان بعدة مشكلات في أعصاب الوجه مما جعلها تخود تجربة أخرى مع عدد من الجراحات وصلت لقرابة 100 عملية حتى تستعيد صحتها ومظهرها الذي تأثر من الجراحة الأصلية وعين تفاصيل حادث السيارة الذي تردد أن مدبر بعد ارتباط اسمها بشخصية سياسية قالت شيريهان الحادث كان صعب جدا وبشع والحقيقي أنه كان بالفعل حادث بالسيارة وتقلبت عدة مرات وأصبت بالكسر في الظهر والعمود الفقري والحود وقطع عصب القدم اليمنع بالإضافة إلى دخول العزام في النخاع الشوكي وأضافت دكتور محمد الغوابي نصحني بضرورة خضوعي للجراحة خاصة أني كنت في كل الأحوار رأد على السرير ولا أتحرك وسافرت إلى باريس لكونها أقرب بلد وعند وصولي قالت طبيب الفرنسي رواقامي أنه لا أمل في وقوفي مرة أخرى وقام بإجراء الجراحة في وجود الطبيب المصري سمير الملة وطبيب آخر ألماني وتابعت شريعان الجراحة استمرت تسع ساعات ونصف وبعدها أقامت لمدة يومين في غرفة الإنعاش ثم قضيت ستة أشهر مربوطة بالحزام والخراطين في مختلف أعضاء الجسم وعنيت وقتها من عذاب الوجع بشكل من الصعب وصفه وبعد ذلك بزلت مجهودا كبيرا للوقوف والحركة حتى أن الطبيب بعد ما قال لي أني أستطيع الوقوف بعد ستة أشهر فوجئ بعدها بأيام بوقوفي وخضعت للعلاج الطبيعي لمدة ستة أشهر وقضيت حوالي سنة في السرير وأكملت شريعان في العام التالي تعرضت لكسر في الزهر وسوفرت مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية وخضعت للكشف لدى الطبيب ديفيد ووتفورد وهو أستاذ الطبيب الذي أجرى لي الجراحة من قبل ووصلت بعد خضوعي لأشعة على الزهر اكتشفت طبيب الكسر الموجود وأزهرت الفحوصات التحام أحد المسامير التي سبق وضعها مع العمود الفقري وتبينت آراء الأطباء حول الجراحة إذ كرر الطبيب الأمريكي أن يتم فتح الجسم من الأمام وقال الطبيب الفرنسي لا بد أن يكون الفتح من الزهر وهو ما حدث بالفعل وبعد شفاها وعودتها إلى جمهرها قالت شريعان إنها تتمنى أن يرى الجميع كم الحب الذي تكونوا لهم موجهة الشكر إلى مرضها الذي جعلها تعرف إيمتها عند الجميع وأكدت إنها لم تخف من المرض أو الموت وها هي تعود من حيث وقفت من أجل استكمال المسيرة وقالت شريعان أشعر وكأني كنت في رحلة الألف عام ولكن حب الناس قعدها من جديد ترجمة نانسي قنقر